السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشدي التربوية في درس جديد يتعلق بالضواهر اللغوية مكون الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء الصفحة 208-209-210 من كتاب واحد الكلمات لغة العربية المستوى الرابع أولا وقبل هذا أعيد مبارك سعيد لجميع متابعي قناة مرشدي التربوية وزوارها مع متمنياتنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والسداد في هذه السنة الدراسية وفي الأعوام المقبلة إن شاء الله وفي حياتكم كافة نبدأ على بركة الله مباشرة بالسؤال الأول في مكون الصرف والتحويل أحدد نوع كل من الكلمات الملونة في النص خذوا الكتاب ديكم وتبعوا معنا في الكتاب أفضل لأن ربما بقدرتكم الصورة غير واضحة تفقنا خذوا الكتاب ديكم وانتم كتبعوا المقطع إذن أحدد نوع الكلمات الملونة في النص إذن نوع الكلمة عندنا الإسم والفعل والحرف يعني عندنا تلفظ الأقصد نحن سنحدد كل كلمة حسب نوعها بالنسبة لإسم هناك هذا إسم إشارة والشلال والماء بالنسبة لأفعال تملأ وبالنسبة للحرف أننا إلى السؤال الثاني أمثل من النص لكل ظاهرة صرفية من الظواهر الآتية أعطونا أقصم الكلمة الإسم المذكر والمؤنات الإسم موفرد والمثنى والجامع الإسم موصور والإشارة والضمير المتصل والمنفصل والنكرة والمعرف إذن كما تلاحظون أقصم الكلمة انطلاقا من النص أن السياح الفعل رأينا والحرف من ممكن كان مجموعة للكلمة مش بضرورة الكلمة هذه إحنا كانت غير ميت تفقنا الإسم المذكر مثلا الشلال هذا شلال الإسم المؤنث السباحة هذه سباحة بالنسبة لإسم المفرد المنطقة المنطقة هذا إسم مفرد بالنسبة لإسم مثنع يعني الجوج لونيني والجامع مثلا السياح بالنسبة لإسم الموصول كنا قلنا الأسماء الموصولة الذين إسم إشارة ذلك وتدخم تلك وكين حتى هنا لك ضمير المتصل ضمير المتصل ضمائر المتصلة كنا قلناهم كاملين الضمائر الخاصة بالفعل والضمائر المشتركة كين مثلا وصل ضمير المتصل هو نا الضمائر المنفصل قلنا الضمائر المنفصلة اللي كيجوه في بداية الكلام يا نحن مثلا كين نحن نعم بالنسبة لإسم نكيرة والإسم المعرفة الإسم النكيرة مثلا عددا والإسم المعرفة مثلا الأشجار وكين كلمات أخرى ممكن أنكم تديروها الآن ننتقلوا الأثبت السؤال الأول أستخرجه من النص ما يلي ثم أضعه في الجدول أنا كتبت بشكل مباشر أنتم ما حاولوا تديرو الجدول كيف كان في الكتاب تفقنا بالنسبة لإسم المفرد المذكر مثلا الشلال المثنى المذكر لونين المفرد هو لون هذا لون الجامع الزائرين المفرد زائر إذن هذا إسم مذكر بالنسبة المؤنث فاتنة كلمات أخرى ممكن أن تديروهم في المثنى معناش إسم مؤنث في المثنى الجامع تشكيلات السؤال الثاني هم دلوا السؤال ثلاثة خطأ السؤال الثاني أملأ الفراغ بما يناسبه اعتبرنا هذا السائح هو الذي يعشق المغرب لدينا خمسة الجمال أخرى سنحاول نجاوب عليهم هذان السائحان الذان يعشقان المغرب هتان السائحتان هما كانوا دلوا نتمس السائحان لكن هذا المؤنث مشي المذكر الساعة إحتان اللتان تعشقان المغرب هؤلاء السياح الذين يعشقون المغرب هؤلاء السائحات اللوات يعشقنا المغرب الآن تقلوا المكون آخر اللي هو مكون الإملاء صفة 209 السؤال أول أعرف كل ظاهرة تركيبية مما يلي مع التمثيل لها من النص نعم تعريف أنا أعطيكم تعريف شفويا هذه الساعة من بعد كتبوه طفقنا استمعوا وكتبوا التعريف بالنسبة للأمثلة أنا أعطيكم أمثلة انطلاقا من النص إذن سنبدأ التعريف بالجملة الفعلية والإسمية الجملة الفعلية تتكون من عنصرين أساسيين هما الفعل والفعل الجملة الإسمية هي كل جملة تبتدئ بإسم وتتكون من عنصرين أساسيين اللي هما المبتدئ والخبر المثال دياله تقوم مثلا جملة الفعلية تقوم على أعمدة أساسي موجودة في السطر الأول في النص الجملة الإسمية السياحة صناعة هي أول جملة في النص تفقنا الفعل لازم التعريف ديال الفعل لازم هو كل فعل يكتفي بفاعله فقط المثال تقوم ويسهم بالنسبة الفعل المتعدي التعريف ديال هو كل فعل يتعد الفاعل إلى مفعول به كي تعد الفاعل إلى مفعول به المثال يمثل ويبذل عنا تعريف ديال الفاعل 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 هو من يقوم بالفعل وهو اسم مرفوع نعم وعند ثلاثة ديال أنواع إما يأتي ظاهرا أو ضميرا بارزا أو متصلا أو يأتي ضميرا مستترا تفقنا وفي النص عنا جاء عبارة عن ضمير بارز وجاء عبارة عن ضمير مستترا يبذله وتمثلها هذا اللي جاء الفاعل هنا يفد الجملة بالنسبة المفعول به المفعول به هو من يقع عليه الفعل ومن يقع عليه الفعل ومثاله في النص يبذله العاملون يبذله العاملون العاملون ومفعول به الآن تقلو لأثبت أستخرج من النص الجملة الموافقة للترسمة الأتية فعل فاعل وضمير مستتر حرف جر واسم جر نعم بالنسبة الجملة الأولى تمثلها تمثل هذا فعل ها مفعول به والفاعل هنا جضامير مستتر بالنسبة للسؤال الثاني حرف جر واسم جر حرف جر أنا أعطيتكم بكل كلمة حرف جر تحت منها اسم جر تفقنا أعطي ثلاثة ثلاثة في مختلفة كينف النص على أعمدة وكين في تجويدي وحدة كينف في الجملة الأولى الجملة الثانية وحدة في الجملة الآخرة السؤال الثاني أحدد نوع الجملة التالية اسمية أو فعلية ثم أحولها إلى النوع الآخر بمعنى إذا كانت جملة فعلية نحولها الإسمية وإذا كانت إسمية نحولها الفعلية الجملة كالتالي يتمثل العمل في الجهود البشرية يقول الجملة الفعلية دائما تبتدئ بفعلية تمثل هذا فعل إذن الجملة هي جملة فعلية سوف نحولها الجملة الإسمية ما أغرد الإسم هو الأول العمل يتمثل في الجهود البشرية بالنسبة السؤال الثلاثة أعبر عن كل مشهد في الصفحة 199 والسؤال الرابع أختار من الجملة التي ركبتها ما أكون به نصا أربط بينها بحروف العطف الوا والفا وثم أعتذر ما أجولكم شل هذه الأسئلة لأنه ما عندش الكتاب المدرسي والصور فقط سردهم لأحد المتابعين كنشكره شكرا جزيلا في هذا اليوم لأننا الآن في العطلة وما رمش في مقر العمل يعني ضروري شوفوا الصفحة 199 عبروا عليها بواحل جملة إسمية وجملة فعلية وثم ربطوا بينتها بهذه العبارات ديال العطف الآن الانتقال إلى صفحة 110 مكويل الإملاء أقرأ كلمات كل مجموعة السؤال الأول أحدد الفرق ما بين كلمات هذه المجموعة الفرق ما بين كلمات هذه المجموعة هو موضع رسمي الهمزة فوح المجموعة رسمة الهمزة على الأليف المجموعة الثانية على الياء والمجموعة الأخيرة على الواو السؤال الثاني أعلل رسم الهمزة المتوسطة على الألف وأمثل من المجموعة لكل حالة نعم الحالة دي الرسم الهمزة على الألف تكتب الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة بمعنى الهمزة إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها يعني الحرف الذي قبلها مفتوح المثل ديها من المجموعة سأل عود إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكين مثلا مسألة عود إذا كانت ساكينة وما قبلها مفتوح مثال رأي سؤال ثالث أعلل رسم الهمزة المتوسطة الياء وأمثل من المجموعات لكل حالة إذا كانت الهمزة مكسورة وما قبلها مضموم أو مفتوح أو ساكن أو لاكس بمعن الهمزة الياء يعني كنعرف أن الياء هي أقوى الحركة سواء كانت على الهمزة أو كانت على الحرف التي قبلها فتكتب الهمزة على الياء بشكل مباشر غير تشوف الهمزة مكسورة والله الحرف اللي قبل منها مكسورة أعرف أن الهمزة كتبت على الياء المثال سئلة ومهترئتون وكانت الحالة أخرى مثلا إذا كانت مسبوقة بمدن بالياء في حال يوسيئونة أو إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة مثلا شيئوه بالنسبة للسؤال الرابع أعلل رسم الهمزة المتوسطة وهو أمثل من المجموعة لكل حالة نعم كان خمسة الحالات هو إذا كانت مضمومة وما قبلها مضموم إذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح إذا كانت مضمومة وما قبلها ساكن أو إذا كانت مفتوحة وما قبلها مضموم أو إذا كانت ساكنة بمعنى الهمزة أقول وما قبلها مضموم المثال هي فؤوس رؤوف مسؤول فؤاد ومؤمنون كان أعتذر إلي كنت كنزرب ولكن غيبش ما نطورش عليكم المقطع الصفي أثبت سؤال الأول أكتبوا رسم الهمزة أكتبوا رسم الهمزة المتوسطة في الكلمات الأتية تعالنا الكلمات وإحنا خطنا نعرفها على ممكن تكتب الهمزة سهلا انطلاقا من القواعد اللي قلنا ده بعد دير رسم الهمزة غنعرفه نكتبه مختبئة على الياء نشأة على الألف تفاؤل على الواو شؤم على الواو مؤرخ على الواو شؤون على الواو يؤلف على الواو وبيئات على الياء سؤال الثاني أجمع الحروف لأكون كلمات ثم أصنفها عفوا سؤال الثاني أعطي مضارع آمنة أخطأ وأمر وأضاء وأنبأ المضارع دي الآمنة يؤمن أخطأ يخطئ أمر يأمر أضاء يضيء الهمزع السطر أنبأ ينبئ الهمزع ليع السؤال الثالث أجمع الحروف لأكون كلمات ثم أصنفها في جدول بحسب رسم الهمزة نعم كيف ما كنت لاحظه قدامكم أنا مشروط تصنف ديها مباشرة تأسف على الآلف علوة بؤس وتشاؤم ومؤلم على الياء حينئذ ومسائل السؤال الأخير أعطي من عائلة الفعل رأفة كلمات يختلف رسمها مزاتها بالاستعانة بالقاموس عن رأفة يرأف رأفة ورؤوف وبهذا أتمنى عفوا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وكنتمنى ما نكون شتغلت عليكم وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله